فروط القيادة النائبة عن الإمام إمام الواحد يجب في كل مرحلة من مراحل حياة البشرية فعلى كل مسلم أن يتبع إمام الحق درسنا لهذا اليوم معرفة الإمام بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله استمرت الطاعتين الواجبة على المسلمين وواجب اتباعها والعمل بها إذا ما من مسلم إلا وفي عنقه واجب الطاعتين إلى يوم القيامة أي طاعة القوانين الإسلامية بإضافة إلى طاعة إمام كل زمان حيث جاء في الحديث المتواتر عن الشيعة والسنة من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ومئة جاهلية فعلى كل مسلم أن يتبع إمام الحق المنصوص عليه من الله سبحانه وتعالى والرسول الكريم صلى الله عليه وآله لكي يبقى في سيرة الحق وإلا فسينزلق وراء أناس يجهلون الحق وهؤلاء الناس الذين يجهلون الحق سيقودون أتباعهم إلى نار جهنم كما جاء في الآية الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم يوم ندعو كل ناس بإمامهم الإسراء آية 71 وبذلك يجب على المسلمين أن يعرفوا في كل زمان الإمام الحق فيتبعوه وهذا الإمام هو القائد الذي يستطيع أن يصل جميع المجتمع إلى الرقاء على أساس العدل ويبعده عن الفساد والإنزلاق في طريق الشيطان ويبعده عن ظلم الظالمين إمام واحد يجب في كل مرحلة من مراحل الحياة البشرية أن يكون هناك إمام واحد يقود زمام الأمور فإذا صاد فإن هناك شخصين متساوهين في العلم والقيادة فيجب أن يكون واحد هو الإمام والآخر مأموما كما حصل مع الإمامين الحسن والحسين عليهما السلام إذ كان الحسن هو الإمام والحسين مأموما له ونحن نستفيد من روايات أهل البيت إن إمامة الأمة يجب أن تنقاد وراء إمام واحد معصوم أو فقيه عاد ويكون أعدا شرط من شروط القاد والمرجع يقود الأمة لكي لا تصل إلى مرحلة تكون فيها الفرقة والتشتت فيها الآراء وبذلك تكون آراء قتل للدماء وتشاوع أجواء القلق وعدم استقرار وفي الآخر يكسب الأعداء الجولة ويهمنون على الفرق المسلمة المتشتتة خصوصا في وقتنا هذا ونحن مقبلين على عدو صعب الانتصار عليه إلا بالكلمة الواحدة ولذلك جاء في خطبة الزهراء عليه السلام وإمامتنا نظاما للملة أي إن إمامة أهل البيت عليهم السلام أساسا للوحدة الإسلامية مما يمنع عنها حيمنة الشيطان والتواغيط الظالمين شروط القيادة النائبة عن الإمام إن أهم شرط في شروط القيادة التي تمثل النائب عن الإمام المعصور أن يكون العالم فقيها ومتورعا في أصول الفقر لكي يستطيع أن يستنبط الأحكام الشرعية بصورة صحيحة ولهذا عندما طرح السيد الحسني أطروحته المبسطة التي يفهمها الجاهل بطلاً عن العالم وتصدى بها للمرجعين وأشكل على الباقيين من العلماء ولم يستطيع أحدهم الرد على أطروحته فهو بذلك أثبت جدارته العلمية الفقهية والأصولية على باقي العلماء ويستحق أن يكون هو الأعلى من بين العلماء والشرط الثاني المهم أيضاً للقائد والمرجع هو العدالة أن ينبغي أن يكون العالم متجنباً معاصي والذنوب الكبيرة وأن يتجنب التكرار الصغيرة بل أن يكون منزهاً عما هو غير ضروري وما لا يليقه مقامه من النواقص والخصال الملمومة والمرجع يجب أن يكون مخالفاً لهواه عفيفاً عن طلب الجاه والشهرة والرئاسة وأن لا يقدم أقرباءه وما عارفه على حساب الآخرين ولهذا يقول الإمام الحسن العسكري عليه السلام بأن الفقه الذي يقدم أقرباءه رغم تقواهم على الآخرين من أهل التقوى يكون ضرره على المجتمع الإسلامي أشد من ضرر جيش يزيد بن معاوية على الحسين الشهيد عليه السلام أثار الحلاف عن الولاية ولمعرفة أثار الحلاف عن الولاية يكفينا أن نتأمل ما حصل للمسلمين بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وآله فلو أنهم اتبعوا الإمام الحق في كل مرحلة من مراحل حياتهم لم ينتشر الظلم بينهم إذ حالما يقع الظلم أو التجاوز كان ولي الأمر يبادل إلى تصحيح الأوباع وأنصاف المظلم من الظالم باسترداد حقه ولو أن المسلمين اتبعوا الحق وأولي الأمر منهم لما كانوا بإمكان الطواغيث والظالمين أن يفرضوا هيمنتهم على واقع المسلمين كما حصل في بلدان الدول العربية الإسلامية وما حصل لنا من ضمن وطغيان وفساد وما سيحصل للمجتمعات الإسلامية لأنهم ابتعدوا عن وأولي الأمر سلك الطريقة الظلال والانحراف واتبعوا الشهوات وأهل الدينار والدرهم ولهذا حصلت هذه الانحرافات التي غرسا الملحدون وأهل البدع والظلالة وهذا والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد أشرف الخلق أجمعين وآله الطيبين الطاهرين اشتركوا في القناة